هذه الإشارة الجميلة وبنروح لخبر الأسبوع خبر الأسبوع اليوم لدينا مزدوج من صحيفتين الأول من صحيفة سبق عدم المبالغة في متابعة الأخبار والالتزام بالتعليمات نصائح للسيطرة على القلق من كورونا وكذلك خبر آخر في السياق نفسه متحدث الصحة يقول لا تعذبوا أنفسكم بنصائح كورونا الغريبة التزموا فقط بالتعليمات الرسمية ينصح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور محمد سعد المجاوي بالالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والواقعية وعدم المبالغة في متابعة الأخبار والاعتماد على مصادر موثوقة والقيام بأعمال تدخل الراحة والطمأنينة للنفس وفي نفس سياق الخبر من صحيفة سبق داع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إلى تجاهل النصائح والوصايا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فايروس كورونا مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية مضيفا أنها كفيلة بإذن الله بأن تجعلنا في مرحلة أمان وبعيدنا عن العدوى من هذا المرض بإذن الله تعليقك يا دكتور شوف الحقيقة الخبرين تصب في منطقة واحدة وهي تطمين الناس أنا والله يا أبو يحيى تعجب لما نشوف الناس وكمية التذمر والتوتر وكأننا في عزاء والبكاء واللطم يا سيدي لحظة هو صحيح أنه فيه شيء غير طبيعي لكن نحن ما زلنا بألف خير أول شيء أننا باقين في بيوتنا بعض الدول تشردوا ثانيا أنت ما زلت الحمد لله لست في حربة حرب تجد كل شيء أمامك الأسواق ممتلئة بالأرزاق الشوارع متضة بالأمان والسعادة أيضا لازم أن نتذكر حديث الرسول عليه السلام من أصبح آمنا في وطنه معافا في بدني يجد قوتة وقوتة يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نحن الحمد لله نجد أرزاق سنوات الحمد لله الأمور في منتهى الروعة دعنا نعود إلى التصريح أول شيء التعليمات الرسمية التي تصدر من وزارة الصحة مهم اتباعها لا نبحث عن الخلطات وعن الكلام اللي يقولها طبيب هنا وطبيب هناك لا وزارة الصحة ما قصرت أعطتك كل الأشياء المهمة وكما قال الدكتور القدير محمد العبد العالي لا تعذبوا أنفسكم باتباع نصائح الآخرين اتبعوا التعليمات الرسمية هذا واحد الشيء الثاني أنه الحمد لله هي فرصة نجلس مع أسرنا طالما كان الناس يقولون متى يجي الوقت اللي نجلس في البيت ونشوف أسرنا ونرتاح الآن الحمد لله جاك الوقت وارتاح مطلوب منك تجلس في البيت وراتبك يجيك لا أعتقد فيه أكثر من هذه النعمة الحمد لله أيضا ترى العوبة أو الأمراض جت قبل كذا على الناس في سنوات كثيرة لكن ما كان في وسائل تواصل الآن مع الأسف الناس لا تخاف من المرض الناس تخاف من كمية الرعب والإشاعات التي تنتشر بالذات في وسائل التواصل لذلك الدكتور القدير المقهوي بيّن قال لا تفرطوا وتبالغوا في متابعة الأخبار نعم اتبع التعليمات الرسمية لكن توقف أما طول يومك يسير راسك مليء كله بكورونا ومعلومات كورونا وكلام كورونا وأيضا تناقل الأخبار كم عدد اللي ماتوا لا خلينا ننشر كم عدد اللي تعافوا خلينا ننشر أنه الحمد لله في المرض في الحسار خلينا ننشر أنه في بعض المدن الصينية عادت إلى طبيعتها جميل شكرا لك دكتور ونحن نحتاج هذا النفس التفاؤلي حقيقة اللي أتمنى أن يكون في المجتمع قبل ما أطلع الفاصل باقي فيه فئة يليت ينضم إلينا جميعا في أنه نحارب ونواجه هذا المرض وهي الفئة اللي ما زالت تصر في فترة عدم منع التجول الخروج بأطفالهم أو بعائلاتهم أو الخروج الزايد عن الحاجة أو لغير الضرورة أرجوكم اجلسوا في بيوتكم حتى نتعاون على الوصول بإذن الله تعالى إلى صفر حالات إصابة ونوصل إلى مرحلة ما نسجل فيها أي حالات إصابة جديدة ونتجاوز هذه المرحلة بسلام وبعدها سيصبح لنا كل الوقت وكل الوطن وكل الأماكن نطلع فيها براحتنا ومع عائلاتنا ومع أحبابنا وتعود الأمور إلى طبيعتها اللي تعودنا لكن هذه فترة مهمة وحساسة وخطرة وتحتاج إلى تكاتفنا جميعا وإذا كنا نوجه هذه النصائح أو هذا الكلام أو هذه الدعوات لهذه الفئة علينا في المقابل أن نشكر 80 أو 90% من الأشخاص الملتزمين سواء في فترات منع التجول أو حتى في فترات السماح بالتجول ولكنهم التزموا في منازلهم لأنه ما في ضرورة للخروج سنتجاوز هذه المرحلة بإذن الله إذا تكاتفنا أكثر وخلونا نوصلها صفر فاصل